طيب عايز اوجه رسالة لطرق حامد طرق انت لعيب بتتعب على نفسك وبتشتغل على نفسك وبقى لك سنين بتحاول توصل للمكانة اللي انت وصلت لها وده مش من فراغ والموضوع كده ما بيجيش بسهولة لعب كرس حياته لكورة لعب قد تبدو موهبته في البداية عادية في بداية مشواره في الكورة ولكن بإصراره وعزمته وإرادته خلى موهبته غير عادية بعطاءه داخل الملعب وقمته في فرقته ولعيب قائد في نص الملعب أوعى طارق تفتكر ان انت من نوعية اللعيبة الاعلام هيقف في ظهرها لما يتم استبعادها من منتخب مصر زي ما حصل مع غيرك دايما طارق انت بتوصل للمكانة اللي انت فيها دي بتعبك وبعرقك وبحب جمهور الزمالك ليك النادي اللي انت بتلعب فيه وديته وهتفضل تديه الفترة اللي جاي طارق بإذن واحد احد انت هترجع منتخب مصر وهتكون موجود سبطولة العرب برضو بجهدك واكتهادك وربا دارة النافعة ما تعرفش ممكن كنت روحت المطشين دول وما بيبالكش دور مع المنتخب عشان كده افضل ان انت تقعد وتركز الفترة اللي جاي مع فرقتك وتركز ثلاث مطشات اللي جايين وتثبت جوه الملعب مش عن طريق الاعلام زي ما بيحصل مع غيرك ان انت حرام ان انت ما تروحش منتخب مصر خصوصا ان انت واحد من اقدم اللعيبة اللي موجودة في منتخب مصر واحد من 2016 ما فيش معسكر ما روحتوش طارق انت طول الوقت بتتعرض لاعلام المنافس ضدك ده لعيب مؤذي ده لعيب لازم يضطرد ده لعيب ما بياخدش انذارات وطبعا الاعلام ده اثر في الحكام خلى الحكام في بعض الاحيان تطردك في كور ما تستهلش الطرد عمرك يا طارق ما ازيت لاعب يعني عمرك ما تسببت في كسر وش ولا كسر منخير ولا كسر اصبة ولا كسر جمجمة ولا كسر ضلع ولا كسر طرقوة عمرك ما عملت كده ورغم كده الاعلام دايما ضدك اشتركوا في القناة